نجحت القوات الأمنية التابعة إلى قيدة عمليات الأنبار في ربط مناطق المحور الشمالي للعملية العسكرية مع بعضها بعد تطهير الطريق الرئيس والجيوب الداعشية وذكر معاون قائد عمليات الأنبار العميد روكنموس الأسدي أن قطاعات عمليات الأنبار العسكرية تمكنت من ربط مناطق المحور الشمالي البعثة والبفراج والبذيابة وجريشي ببعضها بعد القضاء بشكل تام على الجيوب الداعشية في المناطق هناك وتابع الأسدي أن الموقف الأمني يشد تقدما ملحوظا في جميع قواطع العملية العسكرية حيث تمكنت القوات المقتلة من التقدم في جميع المحاور العسكرية وأفد مصدر الأمني في الأنبار بأن القوات الأمنية شرعت بتفكيك أكثر من 300 عبوة ناسفة زرح داعش داخل المجمع الحكومي وسط الرمادي وقال المصدر أن قوات من الجهد الهندسي التابع للفرقة الثامنة وشرطة الأنبار وجهز مقافحة الإرهاب شرعت بتفكيك العبوات الناسفة في داخل المجمع الحكومي وسط الرمادي مبينا أن على تلك العبوات يبلغ أكثر من 300 عبوة ناسفة هذا وأفد مصدر في قيادة الفرقة السابعة بالجيش في الأنبار بأن 20 عنصر من تنظيم داعش قتلوا بضربة جوية للتحالف الدولي خربي المحافظة وقال المصدر أن الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش نفذ ضربة جوية على أحد مواقع تنظيم داعش في منطقة الكسارات الواقعة بين مدينة هيد وناحية البغداد